السحر في القرآن والسنة جاء بيانا مفصلا موضحا في كتاب الله عز وجل عن أحوال السحر ابتداء من حكم تعليمه للناس وحكم من أراد تعليمه وأن السحر له تأثير على الواقع مما قد يفرق بين الزوج وزوجته وأنه لا يوثل بنفسه استقلالا وأنه معدوم الفائدة مطلقا وأن السحر لهم وسحرتي لهم وعيد في الآخرة كنا في الحلقة القادمة قد تحدثنا عن الظلم وهو من الكبائر واليوم نتحدث عن الكبيرة الثانية وهي السحر خليكم معنا ولكن بعد هذا الإنترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم؟ إن شاء الله يرب تكونوا بخير اليوم إن شاء الله رب العالمين سوف نتحدث معكم عن الكبيرة الثانية في الإسلام وهي السحر والشعوثة هل السحر موجود للآن؟ ومن يتعامل به؟ أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر؟ نعم أصيب وكيف يمكن كشف السحر؟ وما علاجه؟ وما هي الطريقة من الوقاية؟ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فالسحر هو عقد ورقي وكلام يتكلم به الساحر أو يكتب ليعمل شيئا في بدن المسحور أو عقله من غير مباشرة لا والسحر حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وغير ذلك ولا يحدث إلا بإذن الله تعالى وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله لا يستطيعون أن يضروك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك والسحر حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وهذا شيء مهم جدا حاولت أن أركز عليه ولا يحدث إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق وبشر الغاصق إذا وقب وبشر النفاثات في العقد وبشر حاسد إذا حسد يعني العقد وهو يعني السواحر التي يعقضنا في صحرهن ويتفنن علي ولولا أن له حقيقة لما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعادة من وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه لا يخيل لي أنه يفعل الشيء وما يفعله وأنه قال لها ذات يوم أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته إنه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل قال مطبوب مصحور قال من طبق قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطه في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان وكان السحره صلى الله عليه وسلم بباب التخيل فقط وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم والمرء قد يصاب بالسحر والمرء قد يصاب بالسحر ويعلم أنه مصحور إذا تغير حاله ولا يدري ما سبب ذلك وليس له سبب ظاهر وعلاجه إما باستخراج السحر نفسه أو بقراءة القرآن على المصحور بأن يقرأ بعض آيات من القرآن في إناء به ماء ويشرب ويختسل لهذا الماء فيقرأ صورة الفاتحة وآيات الكرسي وخواتيم صورة البقرة والمعوذات كل عوض برب الفلق كل عوض برب الناس وخواتيم صورة العراف ومن صورة يونس والآية خمس تسعة وثمانين ومن صورة طه يقرأ تلك الآيات في ماء على النحو المذكور سلفا وعلى المرء أن يواظب على الطرعات ويبتعد عن المعاصي والمحرمات ويكثر من ذكر الله ويحافظ على أذكار الصباح والآيات إلى نقطة أخرى هل السحر انتهى أم موجود حتى الآن؟ سؤال حائل بين الكثير فالسحر في لغة العرب بتجديد السين وتسكين الحاء هو كل أمر يقفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع وكل ما لطف ما أخذه هو دق وجمعه أصحار وصحور وتاليخ السحر قديم بقدم الإنسان على هذه الأرض عرفت الأمم السابقة السحر فما من أمة من الأمم أرسل إليها رسول إلا وآتاهم الرسول المصر بالسحر والجنون وقرن السحر بالجنون لأن بعضا من المصحورين تصدر منهم تصدر منهم تصرفات مثل تصرفات المجنين كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وهذا السؤال يطلح نفسه هل السحر موجود؟ بعد نزول المعوذتين حيث لا يزال أهل العلم يذكرون السحر ويقرون بوجوده ويحضرون منه والمعوذتان إنما نزلتها ترقية لرقية المصحور وغيره والتخلص من هذه الشرور الشيطانية وغيرها وقال الشيخ الراقي الشرعي عمر الليثي إن السحر عبارة عما خفي وله حقيقة ومنهما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض الإنسان ويفرق بين المرء وزوجته وتأثيره يقع بإذن الله الكوني القدري وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتواصل إليه إلا بالشرك والتقلب إلى الجن والشياطين مما تحب والتواصل إلى استخدامها بالإشراك بها مع الله سبحانه وتعالى وأكد نليثي خلال لقاء برنامج تمام العاشر المذعف على قضاء فضائية الصحة والجمال تقديم العلامية مرهام حمدي أن السحر لا يزال موجود إلى الآن وهذا ثابت بنص القرآن والسنة النموية وله تأثير على الإنسان ولكن لا يصيب الشخص المصحور أذي إلا بإذن الله تعالى وما هم ضارلين به من أحد إلا بإذن الله القرآن الكريم واستدل على وجود السحر حتى لا بقوله تعالى واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارلين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن أشتراه بما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون وتابع قوله تعالوا وقل أعوذوا من رب الفلق بشار ما خلق وبشار النفاثات في العقد أي السواح التي يستعدنا على سحرهم أما في السنة النبوية عن أبي هنية رضي الله وعن أبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال أشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الزنا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقضف المحصنات المؤمنات الغافلات وأكمل ما رواه البرار عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسوله صلى الله عليه وسلم ليس منها من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له صححه الألباني أما عند الجمهور ولوهب أنه اتفق أهل السنة والجماعة على وجود السحر وأنه حقيقة تؤثر في الأشياء وتؤذي الإنسان وأن كل ذلك بإذن الله عز وجل والساحر عمله كفر لأن الشياطين لا تلبي له ما يريد إلا بعدما يكفر من الله رب العالمين أما أنواع السحر أنواع السحر الكثيرة منها التخيل أو خداع البصرة أولا عقد ورقي ثم خفة اليد سحر العيون استعمال المواد الكيموية وأيضا نقرأ في كل هذا أن السحر موجود في هذه الأيام وما أكثره وما أكثر الكبار الموجودة في زمان الياه هذا إلى هنا تنتهي هذه الحلقة أستوضعكم بالله الذي لا تضيعه ودائعه ولكن لا تنسوا الاشتراك من قناة ووضع لايب وانتظرونا في الحلقة القادمة عن عقوق الوالي جاي السلام عليكم